يوم في حب مصر هكذا وصف السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي زيارة أو جولة وفد من الإعلاميين لمنطقة توشكا حيث أكد السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي أن ما تشهده منطقة توشكا من إنجاز يقف وراءه جهد كبير من المصريين العاملين بهذا المشروع القومي مشيرا إلى أنه من المستهدف زراعة أربعة ملايين فدان خلال مدة زمنية لا تزيد عن عام من الآن جاء ذلك في تصريحات للرئيس السيسي خلال مدخلة مع وفد من الإعلاميين خلال جولة بمنطقة توشكا واللي نظمتها إدارة الشؤون المعنوية بالقوات المسلحة حيث وصف السيد الرئيس تلك الجولة بأنها يوم في حب مصر وأكد السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي أن ما تشهده منطقة توشكا هو جهد خطوة وحدة من خطوات كثيرة يتم تنفيذها وأشدد الرئيس السيسي على أن التنمية ليست قاصرة على مكان واحد ولكن في كل مكان في توشكا وشرق العوينات وسيناء وبنسويف والدلتة الجديدة مؤكدا أنه يتم استغلال كل ما هو متاح وكل نقطة مياه موجودة من خلال أحدث أساليب الزراعة والرأي الحديث وأوضح الرئيس السيسي أنه تم الانتهاء من تنفيذ جزء كبير من محطات رفع المياه والطرع وقنوات المياه وطلبات الرفع وشبكة الكهرباء وتسوية الأرض حتى تكون جاهزة لموسم القمح المقبل والمقرر ليه طبعا في شهرين أكتوبر ونوفمبر المقبلين وبعث أيضا الرئيس السيسي برسالة طمأنة للشعب المصري بأن الدولة تسير بشكل جيد للغاية داعيا الجميع إلى الاطمئنان ومشيرا إلى أن هناك حجما كبيرا من الأراضي جرس إصلاحها ليس في تشكة فقط ولكن أيضا في شرق العينات ومستقبل مصر وسيناء